اشتركوا في القناة المتنوعة داخل أرضية ملعب النادي على هامش الميران منها قفز الحواجز بجانب الإطالات كما أدى لعب الفريق بعض التدريبات التأهلية الخفيفة بالكرة ضمن البرنامج التدريب الموضوع لتجهيزهما بالشكل الأمثل بدنيا استعدادا للمواجهة المقبلة مصدر بالزمالك النادي لم يتلقى أي مخاطبات بإيقاف شيكابالا ودنجا وفقا للتقارير الصحفية التي انتشرت خلال الساعات الماضية مشددا على أن الإدارة لا تعلم شيئا عن صحة القرار عقد جوزي جوميز جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء أمس الأربع وتحدث جوميز مع اللاعبين عن ضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة استعدادا لمباراة العودة أمام مودرن فيوتشر وشدد على أن الفريق قطع شوطا مهما نحو التأهل لنصف النهائي ولازال يتبقى شوط آخر مهم من أجل تحقيق الهدف وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني العديد من الخطط والأفكار الخططية التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج التدريب الموضوع ضمن الاستعداد للمباراة المقبلة طبيب الزمالك محمد أسامة تعرض أوباما لكسر في الفك وكان يرغب في استكمال مباراة مودرن فيوتشر رافضا فكرة استبداله وما رفضته تماما حفاظا على حالة اللاعب وأضاف أوباما يشعر بالحزن نتيجة غيابه عن مباريات فريقه إلا أن حالته النفسية تحسنت كثيرا خلال الساعات الماضية وأكد على عودة أوباما للتدريبات الزمالك بعد عشرة أيام من الآن على أن يخد تدريبات الكرة مرتديا واقي الرأس لتفادي الاحتكاق القوي مع أي من زملائه خلال التدريبات حرص أحمد سليمان على حضور ميران الفريق وجاء حضور سليمان من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني والوقوف على كافة تجهيزات الخاصة بالمباراة المقبلة انتقد كابتن هشام يكن الطريقة التي يعامل بها مجلس الإدارة برئاسة حسين لبين النجوم القدامى مشددا على أنهم يستحقون التكريم والتقدير على ما قدموه للنادي وأشار إلى أنه حصل على أربعة بطولات دوري مع الزمالك لكنه لم ينال التكريم اللائق مؤكدا أن عائلته من مؤسس النادي وأتم وأنه أحد أبنائه المخلصين وكشف يكن عن تلقيه عرضا للعمل في قطاع النشئين بالزمالك لكنه اعتبر ذلك محاولة من الإدارة يقبل بهذا المنصب إلا إذا كان مقتنعا به بأنه سيضيف قيمة للقطاع وأعرب عن تمنياته بعودة الزمالك إلى سابق عهده وتحقيق البطولات مؤكدا على أنه على أن أزمة النادي الحقيقية تكمن في تزديد الفواتير وضع الجهاز الفني بقيادة جوميس برنامجا تدريبيا خاصا لناصر ماهر على هامش الميران وخاض ناصر ماهر الفقرة التأهلية والبدنية مع ذملائه في بداية الميران قبل أن يستكمل التدريبات داخل صالة الجمينيزيوم بمقر النادي بناء على قرار الجهاز الفني وأدى اللاعب جلسة استشفائية داخل صالة الجمينيزيوم من أجل معالجة الإرهاق العضلي والبدني وتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة خاصة أنه خارج حسابات الفريق للمباراة المقبلة في ظل عدم قيده بقائمة الفريق الإفريقية يغيب كل من إبراهيمان دايو ومحمد أشرف روء بسبب إصابة عضلية للأول وكادما في الكاحل للأخير والذي تتشابه إصابته مع عبد الرحمن نفاد الحارس الشاب ويغيب على إثرها عن الميران الجماعي وبحسب ما ذكره طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة في وقت سابق فأن اللاعبين الثلاثة في مرحلة تأهيل ولا تزال عودتهما غير مؤكدة ويصابق الجهاز الطبي الزمن من أجل تجهيز روء على الأقل ليكون جاهزا للمشاركة لكن الجهاز الفني بقيادة جوميز لا يتعجل عودة اللاعب خشية تجدد الإصابة خاصة أن لديه عناصر أخرى بنفس المركز وفيما يخص نبيل عماد دونجا الذي لم يكمل ميران الثلاثاء فأن اللاعب لا يعاني من أي إصابة بل تم تفضيل إراحته تجنبا للإجهاد فقط أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن مباراة نهائي كأس عاصمة مصر والتي جمعت بين منتخبي مصر وكرواتيا على استاذ مصر هي المباراة الأعلى حضورا جماهيريا بين كل مباريات سلسلة فيفا حول العالم والتي أقيمت خلال شهر مارس الماضي وأكد الاتحاد الدولي فيفا أن مباريات سلسلة فيفا حول العالم شهدت حضور أكثر من 176 ألف مشجع من بينهم مباراة مصر وكرواتيا كانت الأعلى حضورا بواقع 70 ألف مشجع وشهدت حضور مباريات سلسلة الفيفا حول العالم حضور أكثر من 176 ألف مشجع في خمس دول مختلفة وكان من ضمنها كأس عاصمة مصر في العاصمة الإدارية الجديدة حيث كانت مباراة مصر وكرواتيا الأعلى حضورا الإعلامي محمد فاروق عبر فيسبوك محمد صبحي يحصل على مقدم العقد مع برمتز ويرحل عن الزمالك في نهاية الموسم بس كده هدي كل أخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفكركم خفيفة للبقم دعموا نعب لايك الفيديو سبسكرايب للقناة متشاكلين جدا على ندعم وكنوا عندكم أي ملحوظة صيبوهن في التعليقات سلام